انت اكررت ان طلاع الجيش كان ليه ضرب الجزاء في النادي الاهلي؟ في النادي الاهلي؟ اه برات النهائي كاس لا لا هفكرك بالموضوع الموضوع كان التالي لعبة تلات احداث حصل مدافع من النادي الاهلي شد من الفنيل مزبوط؟ تلاها مهاجم من طلاع الجيش شد من الفنيل تلاها لمس اتياد على مدافع النادي الاهلي طيب احنا اخذنا انا قرار انت لازم تاخد باول قرار ما عرفش انا وجهة نظري يعني طيب لو اول قرار اعتبروا الحكم الشد ده مش مؤسر يبقى هيلغي تاني قرار يبقى تاني قرار زي اول قرار اه بزرط اروح للتالت اروح للتالت مفيش حاجة اسمها في الفاريا مهيب ان انا لا لا استألنا استألنا اقولي انا هكملك في نفس المجلسات يعني طلع الجيش لي ضرب الجزاء في نفس النطار يعني كده طلع الجيش لي ضرب الجزاء اقولها لك تاني عشان امشي بالترتيب تمام انت حسبت على اللعبة التانية الشد التاني على المهاجم بتاع طلع الجيش طب فين اللعبة الاولان ايه طب ما هو سبق وشد من مدافع تمام لو انت عايز تحسب الشد ده لو الاتنين عايز تحسب الشد ده يبقى تحسب اللي حصل الاول تمام يبقى هنا بقى فيه رقل الجزاء لطلع الجيش يعني انت رقيك ان طلع الجيش لي ضرب الجيش دا حتى حنا في الفيديو ما اتعدتش المخالفة برضو كان فيه يعني ضرب الجزاء دي عايز برضو كان فيه نادي زملك بيلعب حرص الحدود في آخر مباراة المباراة القبل الأخيرة تقريبا أو آخر مباراة في الدورة اللي فات كان فيه برضو كرة فيها شك واضح إن هي ضرب الجزاء لحرص الحدود لما جدت اتعد في الفار عادوا حاجة تانية خالص يعني عادوا لعبة مختلفة تماما عن اللقبة اللي فيها ضربة الجزاء اللي دخل فيها تقريبا الوينش في أحد لعيبي حرس للحدود وتعادت كرة تانية طب ده إيه هقولك في حاجة في الفارس أنا معرفش المباراة دي مش فاكرها بس هقولك في حاجة في الفارس أنا بأك حالات مشابهة في حاجة في الفارس اسمها ABB يعني ABB يعني attacking position phase يعني مرحلة تطور الهجم يعني إيه تاني مرحلة تطور الهجم يعني هتلاقي بداية الهجمة اللي قدت إلى هدف أو ركل الجزاء أو طرد لمنع فرصة محققة لتسجيل هدف حصل حاجة من ثلاثة دول أو مرجع شيك على بداية الهجمة فممكن بداية الهجمة دي يكون فيها مخلف فالحكم هنا لما بيراجع فبيرجع حضرتك الورا للايه للمخلفة أي لقى في مخلفة على الفريق اللي هو تطورت الهجمة بتاعته دي ووصلت لوحدة من الثلاثة دول بيلغي دا وبيرجع يحسب المخلفة تمام